اشتركوا في القناة ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هو أول من تولى مشاخة الأظهر من علماء الحنفية وكان أول من جمع ما بين منصبي شيخ الأظهر والإفتاء حيث عين كمفتي لأديار المصرية وهو في عمر الحادي والعشرين من عمره وبالتالي كان ولا يزال هو أصغر مفتي في تاريخ مصر هو فضيلة الشيخ العلامة محمد المهدي العباسي في مصر أرض المجددين تمثل مشروع التجديد عند المهدي العباسي في الإصلاح والتجديد إداريا وعلميا وماليا في مجالات المشيخة والعلم والإفتاء وحول الدراسة في الأظهر من المشيخية إلى الأكاديمية رحم الله الإمام محمد المهدي العباسي شيخ الإسلام وألحقنا به على كمال الإيمان فضيلة العالم الجليل لأستوى الدكتور عالي جمع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بفضيلة مرحبا بك فالدكتور لو تحدثنا عن نشأة فضيلة الشيخ محمد المهدي العباسي بوصف علم من أعلام الأظهر الشريف والإفتاء في مصر فماذا يقول فالدكتور عالي جمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الإمام محمد بن أمين بن المهدي العباسي كان علامة فارقة في القرن التسع عشر وكان الحقيقة جمع الله فيه من العجائب والغرائب ما يجعله قدريا أنه ده بالقدر لربنا سبحانه وتعالى هو اللي عمل كده محدش يعرف يعمل كده ده جاي من عند ربنا وذلك أن أباه جده كان في الحملة الفرنسية كان أيام الحملة الفرنسية وكان نابليون يعزه أولى أنه كان يتقن الفرنسية جده دخل الإسلام فسمي بالمهدي ومن إتقانه الفرنسية كان يتفاهم مع نابليون ونابليون رأى فيه ساعة الاطلاع ورأى فيه أنه مفاوض جيد فأحبه جدا وقربه إليه وكان يجلس معه بالساعات يستشيره والمهدي العباسي الكبير كان أمره بأن يغادر مصر وأنه لا محال أنه سوف تفشل هذه الحملة لأنها لا تبقى لأن الخطأ لا يبقى وكل معوج يسقط فكأنه هذا الإمام الكبير كان علامة وكان علامة في الفقه الإسلامي يعني كان متبحرا ابنه أمين اشتغل بالعلم لكنه مال إلى التجارة ومن ثقة عائلة محمد علي باشا وابن إبراهيم وكذا إلى آخره جعلوه أمينا على ثرواتهم وكان أموال إبراهيم باشا شغالها أمين ولكنه انتقل إلى رحمة الله بعد أن نخلف ولدين فلما انتقل الخاصة الخدوية أو الخاصة بتاعت مولانا إبراهيم باشا ابن محمد علي وضعت يدها على ثروة أمين كلها حتى تستوفي الأموال التي أعطاها إبراهيم باشا للاستثمار الولدين طلعوا في معيشة صعبة شوية وولد كان محمد الذي أصبح مفتيا وشايخا للإسلام في الأسكندرية 1827 بعد كده في أواخر عهد محمد علي رأى أن إبراهيم يتولى الحكم وطلب من السلطان العثماني أنه يصدر له تولية لهذا الحكم فذهب إبراهيم باشا إلى إسطنبول من أجل استلام تعيينه واليا حتى في حياة أبيه فقابل هناك شيخ الإسلام عارف أفندي وعارف أفندي كان صديقا صدوقا لأمين فقال له هم أولاد أمين الله يرحمه فين قال له أنا أسمع كده أن هم بيشتغلوا في الطلاب يعني لسه أولاد صغيرين في الأزر قال له إذا كانوا بلغوا سنه الرجدة أو كده يعني اكرمهم عينوا مفتي عينوا إمام للمسجد يعني شوف له حاجة كويسة لأن أمين الله يرحمه كان صديقنا وكان عالم وكان رجل يجب علينا أن نخدمه في أولاده فلما رجع إبراهيم باشا سأل فين الأولاد دول قالوا لواحد اسمه محمد بيدرس في الأزهر عند الشيخ الساق فقال لهم طب رحوا هاتوا فجاءت البوليس يعني الشرطة وبتاعه والقوة بتاعة إبراهيم باشا اللي هو والي البلاد وأبضوا على محمد أثناء الدرس عند الشيخ الساق الولد مش عارف يعني روح فيه وعمل إيه يعني حاجة زي كده ومثلة بين هدي إبراهيم قالوا إنتوا عايشين إزاي قالوا الله لما أبويا مات سيادتك حطيت إيدك على الصروة بتاعته علشان تستوفي ما كان في ذمتي جاب الناس بتوع الخاصة اللي مسكين الحسابات وكده وقالوا إيه العبارة دي فقال لهم شوفوا الحسابات ونرى ما الذي حدث فيها فوجدوا أنهم الأموال سددت ولم يعود عليهم شيء قال لهم طب نمرة واحد رجعوا كل الأموال للولدين وللست زوجته نمرة اثنين حطوا قدها وهب من عندي نمرة تلاتة عينوا محمد مفتين كان عنده 21 سنة الكلام ده سنة 1048 لأنه كان عنده تولد 27 ودلوقتي 21 سنة يبقى 1348 ورح الرجل فالشيخ العروسي قال له يا مولانا ده شاب صغير هيعرف يفتيه كذا إلى آخره فعينوا أمناء للفتوى ومن هنا جاءت فكرة أمناء الفتوى وأمين الفتوى كان واحد اسمه الشيخ الخليلي وكان الشيخ الساقة وكان كذا إلى آخره من العلماء اللي كانوا يدرسونه اشتغلوا أمناء للفتوى وتحريرها ما تطلعش فتوى إلا لما يدرسوها ودول كبار العلماء وهو نفسه بقى اكتحد وكان وارث بقى من جده ومن أبوه التقوى والعفاف وطهارة اليد وطهارة اللسان وطهارة الزهن يعني كان أعجوبة من الأعجيب ومكث فيه فكان أصغر مفتين ومكث في الإفتاء أربعين سنة أربعين سنة مفتين مفتين فده ما حصلتش إطلاقا لا بعد ولا قبله إنه واحد يجلس في الإفتاء أربعين سنة وأخذ يدرس بتعمق وبشدة وليلة نهار حتى أصبحت ما ألفه من الفتاو المهدية يعني مثالا يحتذا طلعت في سبع مجلدات مطبوعة محررة منقحة مرجع لجميع فقه الحنفية في العالم والحمد لله وفق الله دار الإفتاء المصرية في طباعتها فطبعت في عشرين مجلد اللي هي سبع مجلدات لأنها كانت تطبع بالطريقة القديمة لما نسقت ووضعها عشرين مجلد العشرين مجلد دول فيها روح الإمام محمد أمين المهدي العباسي الذي جاء في وقت من الأوقات وأصبح شيخا للأظهر جمع الحسنيين جمع بين الإفتاء وبين المشيخ وحصل أن عرابي أتى وقع لنا هنا أن نحن نازل توفيق قال له هذا لا يجوز أن نحن نازل الحاكم المسلم ونخرج عليه هذا لا يجوز طيب يعني عارض الصورة العربية ما عارضهاش ده عارض نقطة واحدة فيها وهي عزل الرئيس البلاد هو الخدوة توفيق هو الخدوة توفيق من غيره مبرر شرعي يحدث هذا طيب أستأذن فضلتك أعايز أستفيد وأستجلي بعض الأمور في هذا الموقف من فضلتك ولكن بعد الفاصل طيب إن شاء الله أستأذنكم بعض الفاصل خليكم معنا بمنطقة البستان وفي تلك البقعة الطاهرة المباركة من بقيع مصر في مقابر المجاورين ترقد روح الشيخ محمد المهدي العباسي مع أحبابه من شيوخ الإسلام فهنا تجد مقام الشيخ محمد بن سالم الحفني وعلى بعد أمطار تجد قبر الشيخ عبد الرؤوف السجيني وعمه شمس الدين وبهذه المنطقة التي ضمت أرواح الأمراء والملوك كذلك بداية من مقبرة العائلة الملكية فهذه قبة أفندينة والتي تعتبر ثانية أكبر مقبرة بالعالم وعلى بعد خطوات من هذه الرقعة الطاهرة تجد جمالة وروعة البناء تتجسد في قلعة صلاح الدين الأيوبي ويعد من أهم معالم مدينة القاهرة السياحية والتي تطل على مسجدي الرفاعي والسلطان حسن موسيقى موسيقى رحب بفضلات العالم الجليل أستاذ الدكتور عالي جمع مرة أخرى أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً طيب الإمام المهدي العباسي موقفه من أحمد عراب شخصياً يعني البطل والزعيم أحمد عرابي هل موقفه ده أثر عليه جماهيرياً أثر عليه مع الناس وأتالي دايماً كان يقال بأن لغته هي لغة عامية أو لغة العوام في الكتابة فكان يبدو أنه قريب من الناس هل ده أثر على موقفه؟ أثر على موقفه إيجابياً 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 لأنه لم يخشى السطوة وأحمد عرابي كأنه قائد جيوش ده خلى أحمد عرابي يضيف طلب تاسع من طلباته هو كانت طلباته الثمانية تاسع رفع الشيخ الإسلام والمفت ده يقعد في بيتهم فأعادوا في بيتهم وعين مكانه الشيخ محمد الانبابي الشافعي لكن لم يتزحزح ولم يبع دينه من أجل ضغط ولا من أجل سطوة ولا من أجل شيء قال الحق المشروع الفكري بتاع محمد المهدي العباسي تمثل في الإصلاح وفي التجديد في الإصلاح دخل على المنظومة التعليمية واستصدر من الخديوي هو على فكرة حضر محمد علي وحضر إبراهيم باش وحضر عباس وحضر سعيد وحضر إسماعيل وحضر توفيق صحيح وصل توفيق يعني فيه ستة من أسرة محمد علي الأسرة العلوية أسرة محمد علي وحضر توفيق ومات سنة 1898 بعد ما تخانق مع توفيق توفيق بقى قال ألا الله ده الرجل ده بتاعنا يزهر ولا كذا فظلنا هذا وبعدين قالوا له ده بيجتمع هو وناس في البيت بتاعه بيشتم فيك وبينتقدوك فجابه قال له أنت بتنتقدني قال له آه بنتقدك قال له خلاص يا خليب ينتقدني ما يقعدش معايا فإيه يعني أنت في مشيخة الأزر قال له خلاص مستقيل وشوح له كده بيده ومشي فهو ماشي عطيه له ظهره توفيق قال له والإفتا ما هو دلوقتي معايا المشيخة والإفتا والإفتا راح أماله كده قال له والإفتا فعلا يا مولانا التاريخي يعني يعني أيوه ده كده بيوصف المشهد كده المشهد كده بالضبط قال له الإفتاء وأشاح بيده وأشاح بيده واخد بالك وجلس في بيته ومن هنا حصلت أزمة أن المفتي مش راضي يروح الدار ولا راضي يمارس فجابوا واحد من العلماء الكبار كان اسمه الشيخ محمد البنة كان تملي الشيخ بخيط لما يجي يتكلم عنه يقول قال العلامة محمد البنة وكان محمد البنة مسق قضاء اسكندرية فجابوه حتى يقوم مقام مش يبقى مفتي يبقى يقوم مقام المفتي يعني يسير الأمور وظل هذا الحال إلى أن انتقل في سنة 98 فعينوا مكانه من حسون النواوي الشيخ الجامع لكن هو سبها فجه حسون النواوي شيخا بعده وبعدين خد الإفتاء أيضا جمع بين المشيخ والإفتاء وعد له سنتين ثم جه الشيخ محمد عبده سنة 99 المهم الحصد أن مشروع محمد المهدي العباسي كان يتمثل في إصلاح التعليم فوضع قوانين ونقل هنا بقى للنقطة الفارقة اللي هي المشروع الحضاري بتاعه اللي هو المشروع التجديدي بتاعه نقل العلم من المشيخية إلى الأكاديمية المشيخية كان يحصل فيها إيه إلا يرى في نفسه أهلية للتدريس يستأذن المشايخ ويقعد ويدي درسه وخلاص بقى إيه لو أجزون انتقى الأرض طبهم ده ممكن يحصل فيه محسوبية طبهم ممكن الدرس ده ما يكونش كافية فقال لا يبقى لابد من الامتحان والامتحان يقوم به ستة والستة دول سألوه في 12 علم وفي الـ 12 علم دول يسألوه كل يوم علم ويقعد يقرر فيه وبعدين يدهاله من أحد ثلاث درجات الدرجة الأولى كل العلوم الدرجة الثانية بعض العلوم الدرجة الثالثة علم واحد يعني عمل مؤسسة ونظام متكامل بقى للتدريس ويقعدوها إلى قضية الأكاديمية وذلك عندما يشهد له تمانية يجيب الورقة كده ويلف على تمانية من مشايخه بأنهم يستطيعوا ذلك وعلى فكرة الشيخ محمد عبده امتحن بهذه الطريقة الذي يعني وقف موقف حازم ليه هو كان الشيخ محمد المهدي العباسي أستاذه يعني محمد مهدي العباسي يبقى أستاذ محمد عبده فلما محمد عبده دخل اللجنة وأجاب على كل شيء كان فيه واحد نتقص منه قال لا مش داخل دماغي برضه وهيحلف بالطلاق أنه مش هياخد العالمية فالشيخ راح عطاه له من التانية وهو يستحق الأول عطاه له من التانية ولف عليهم وجيه عند الراجل ده بس فوق رأسه قال له وقع فوقع إجلالا للشيخ المهدي العباسي فالشيخ المهدي العباسي كان سببا فيه تخرج محمد عبده اللي هو تنميسه الإصلاح والتجديد كان هو المشروع الفكري بتاع محمد المهدي العباسي فحول الأمر من المشيخية إلى الأكاديمية أصدر قوانين لإصلاح الأزهر وإدارته أعاد الأوقاف التي كانت مرصودة على الأزهر والتي بدأت تتفلت للوقف لو لم يكن عليه ناظر واعي يتفلت ويضيع ويتسرق لا رجع الأمر مرة تانية محمد المهدي العباسي في مواقفه الوطنية ومواقفه الدينية ومواقفه السياسية السياسية ومواقفه العلمية واحد مرة جاءه وقال له هو اللي عمله الخديو إسماعيل ده صح ولا غلط أنه يحط أربع تمثيل لشوات أسود مش ده يستوجب الخروج عليه كلام كده ملوي معناته كده عايز كده ففهم الشيخ قال له على فكرة ده مكروم ولكن يجب علينا أن نسعى لتغيير المنكرات الحقيقية شرب الخمر الزنا كده هو ده اللي تؤمر فيه بالمعروفة في نفس الفاتوى وده كانت من العجائب أنه يعني بيسأل عن شيء فيجيب عن الشيء وعمى وراء الشيء وبالشكل ده يعني كان الشيخ محمد المهدي العباسي الجميع حكاما ما هو منذ ستة خديوي خديوي ستة خديوي حكاما وشعبا وعلمة الشيخ المراغي بعد كده جاب قانون للأحوال الشخصية فاعترض عليه بعض العلمة فقال لهم هذا مشروع المهدي العباسي محمد المهدي العباسي المتفق على تقوى وجلالة علم كان ليه تقدير كبير يعني كبير جدا يقلني في جنازته كان أربعين ألف ومتفق عليه اللي صلوا في المسجد خمس تلاف اللي مشوا في الجنازة أربعين ألف من سكان القاهرة وقتها اللي هي كانت كام كلها لبعضها درجونه من الأقطار درجونه من الأقطار كمان يعني مش أهل القاهرة بس إنما درجونه من الأقطار رحمة الله لأنه كان يعني رجلا والرجال قليلا شكر فضلكم مولانا شكرا جزيلا لحضرتكم شكر لكم شكرا لكم وشكر موصول لحضرتكم إلى اللقاء ما حكم عدم زيارة الوالدين بسبب مرض كورونا في أيام الوباء مثل وباء كورونا يجب أن نلتزم جميعا بالتعليمات الصحية التي وضعها الأطباء حتى نحاصر هذا المرض اللعين الذي قد تريد به فهل يجوز عدم زيارة الأب والأم في فترات الحظر؟ نعم يجوز ذلك بشروط صحية يضعها الأطباء والجهات المسؤولة يجب علينا أن يضع بعضنا يده في يد بعض بإزاء تلك الأوبئة والحالات الاستثنائية بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم يسر لنا أمورنا وهيئ لنا غيوبنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب وفقني وأنجح مسعايا وألقي علي القبول وحبب إلي خلقك وحبب خلقك فييا اللهم آمين اشتركوا في القناة